إلى اليمن وهناك أفادت مصادر محلية في مدينة الحديدة غرب البلاد أفادت بوقوع عدة انفجارات ضخمة ومتتالية في مخزن أسلحة ومعمل لصناعة المتفجرات تابع للميليشيات الحوثية ما تسبب بسقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار كبيرة بالمنازل وأضافت المصادر المحلية أن سلسلة الانفجارات استمرت لأكثر من ساعة في المخزن الذي كان عبارة عن مستودع لمصنع بلاستيك قبل أن تحوله الميليشيات الحوثية إلى مخزن الأسلحة ومعمل لصناعة المتفجرات